لا يختلف الكثيرون بشأن الدور الأمريكي الذي أسهم في توسع النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة العربية بصفة عامة فالاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام 2003 أرساد عائم نظام جديد يقوم على المحاصصة الطائفية التي وجدت فيها إيران ضلتها ليتسلل عملائها إلى مفاصل الدولة العراقية وليحكم المرشد الإيراني العراق ولكن من وراء حجاب مجلة ذاويكل الستاندرز الأمريكية في سياق تقرير نشره موقعها الإلكتروني حملت البيت الأبيض مسؤولية تغول النفوذ الإيراني في العراق عبر سياسات خاطئة فواشنطن التي كانت متحمسة جدا لغسل يديها من الفوضى بعد احتلال البلاد قدمت العراق إلى حكام طهران على طبق من ذهب وبدلا من مواجهة مظاهر السيطرة الإيرانية على البلاد مارست الإدارة الأمريكية سياسة انسحابية مهادنة للتمدد الإيراني وخلال مدة قصيرة أحكم عملاء طهران قبضتهم على زمام السلطة في العراق عبر أحزاب تصف نفسها بالإسلامية تتبعها ميليشيات عاثت في البلاد فسادا وأشعلت نيران حرب طائفية لم تنطف حتى اليوم بل إن تلك الميليشيات بادت جزءا من القوات الحكومية تتسلم رواتب مسلحيها من خزينة الدولة وإن احتفظت لنفسها بمسافة تجعلها عمليا خارج التسلسل القيادي العسكري مخططات إيران للسيطرة على العراق كشف عنها زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي في اعترافاته أمام المحققين الأمريكيين حين اعتقله الاحتلال في عام 2007 فكشف عن دور إيران في تأجيج الصراعات في العراق عبر خطط طويلة المدى اعترافات مردها أن الخزعلي اعترف كذلك بكونه عميلا للحرس الثوري الإيراني بل إن الرجل لا يزال يمارس مهمه العسكرية والسياسية في خدمة طهران في العراق وفي سوريا كذلك وبحسب محللين فإن الكشف عن تحول العراق على مدى 15 عاما إلى مستنقع للعمالة والفساد لصالح إيران ربما يفسر ذلك القدر الكبير من الغضب في نفوس المتظاهرين العراقيين إزاء إيران وتدخلها في الشأن العراقي الأمر الذي يشي ربما بأن ثمة ثورة شعبية قادمة تجتث جذور العمالة والفساد من أرض العراق ولو بعد حين إيران بره بره بغداد تفتح الرهي إيران بره 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 بغداد تفتح parece